أعلن مدير المركز الإعلامي لمجموعة القتال الروسي المركزي أليكسندر سافتشوك اليوم أن وحدات المجموعة صدت سبع هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كاران سليمان موضح أن الخسائر الأوكرانية بلغت أكثر من ثمانين فردا وأضاف سافتشوك أنه خلال المعركة تم تدمير نحو ثلاثين موقع مدفعيا للقوات الأوكرانية كما تم تدمير مدفع هون من عيار 122 مع طاقمه دون التأكد من صحة الأرقام من الجانب الأوكراني فيما ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمر طائرتين مسيرتين متصدية لمحاولة هجوم أوكرانية في منطقتين بريانسيك وكورسك